مرحباً لنا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الجدي لشهر 11 نوفمبر 2022 بتمنى لك حد سعيد من كل قلبي لأنك تستحق كل الحب والتقدير على حسن معاملتك مع الآخرين ودائماً بتوقف مع الأشخاص اللي بيطلبوا منك العون أو المساعدة وما بتردهم خايبين حتى لو كانوا مش من الأصدقاء المقربين زي معارف هذا الموضوع بخليك تكسب القلوب الجديدة اللي من حولك شو هي القلوب الجديدة أقصد فيها الكلمة؟ لهم الأشخاص اللي تعرفت عليهم بالآونة الأخيرة بتلاحظ أنهم بشكل سريع جداً بتصير طريقة كلام بينك وبينهم زي كأنك بتعرفهم منذ زمن هذا الموضوع بيكون بسبب الطاقة الإيجابية اللي عندك واللي بشعر فيها الشخص اللي أمامك وخصوصاً بتعرفوا عليك جديد لأنك دائماً شخص متجدد وعندك أفكار جديدة وبتكون دائماً مش تقليدية أو زي إنك يعني مصطنع أو بتقلد إشي أو بتقلد واحد ما في عندك هاي القاعدة بتحب الأفكار الجديدة واللي دائماً بتكون مربحة يعني أفضل المشاريع اللي دائماً بفكر فيها مولود برج الجديد يعني إذا كان في شخص حاب إنه يفتح مشروع مهني أو أشياء من هذا القبيل أنا من أكثر الناس بنصحه إنه يسأل أحد الأشخاص من مولود برج الجديد ورح يعطيه طريقة أو فكرة عمل رائعة جداً تعود إليه بالنفع وبالدخل المادي اللي أكثر من ما بتوقع طبعاً يا أصدقائي للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت سوى الفيديو بصندوق الوصف ومراتاً بكتبه في التعليقات طبعاً يا أصدقائي أنا بعمل عشر قراءات خاصة ومجانية اللي تم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو لنكمل يا أصدقائي ونرى شو مخبى لكم بشهر 11 من أهم الأمور اللي رح تكون عندك رح تكون عندك أفكار رائعة جداً في الأمور التجارية مثل البيع والشراء وبهذا الموضوع الحظ بدعمك يعني الأشخاص الموليد برج الجدي اللي بتعاملوا بالأمور التجارة حيحققوا صفقات رائعة جداً تعود لهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد جداً والفرصة أيضاً متاحة لجميع موليد برج الجدي إذا عندهم موضوع ما حابين يبيعوه أو إذا فيه فكرة شراء أي إشي مثل مركبة أو مسكن أو أشياء من هذا القبيل تزداد شعبيتك وخصوصاً مع الأقارب اللي من حولك رح تكثر من الزيارات والمناسبات السعيدة رح تكون عندك وأيضاً رح تتلقى الكثير من الدعوات مثل عزائم الغداء أو حفلات زفاف وأشياء من هذا القبيل ورح تكون بهذه المناسبات مثل الوردة اللي مفتحة كيف يعني مثل الوردة اللي مفتحة رح تكون ملفت للانتباه للجميع تجذب الأنظار إليك وخصوصاً لما تتحدث وأيضاً رح تكون في المجالس من أكثر الناس اللي ما أخذ الحيز اللي كبير واللي معبي مجلسه يعني متكلم بشكل رائع جداً ملفت للانتباه وهذا الموضوع رح يخلي الناس اللي من حولك تزداد حبهم إليك بس من ناحية أخرى في أشخاص رح يتطلعوا عليك نظرة الغيرة والحسد ورح يحاولوا إنهم يشوهوا سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك مثل كلام صار أو ما صار الهدف يكون عندهم تشويه السمعة عشان ينقللوا من قيمتك ومقامك وهذا الإشي رح يبين عليك بشكل سريع جداً لأنه في أحد الأشخاص اللي رح تزداد العلاقة يعني بينك وبينه وهو اللي رح يقول لك عن هذا الموضوع وعن هدول الأشخاص اللي بحاولوا يشوهوا سمعتك وما رح تتردد بمواجهتهم بشكل مباشر وهذه الإدارة الصحيحة يعني هذا الموضوع أنا بعجبني كثير بمولود برج الجدي إنه مواجه من الدرجة الأولى وما بيعتمد أسلوب الخداع أو الغدر وهم هدول أشخاص دائماً من أهم القواعد يا أصدقائي الأشخاص اللي بيحكوا بالظهر هذول الأشخاص بكونوا دائماً عندهم ضعف بالشخصية فلما تواجههم إثق تماماً ما رح يعيدوا هذا الموضوع أو يجيبوا سيرتك بأي موضوع كان وانت ضو هدفك بكون من مواجهتهم لنكمل يا أصدقائي ستكثر من التنقلات بين المدن والسفرات القصيرة هذه السفرات القصيرة رح تكون أغلبها لأعمال إضافية إخلاف عملك الأساسي بالأمور الإضافية رح تكون نشيط جداً ورح تقدر من رفع دخلك المادي أنت بتحاول بآخر فترة أنك ترفع من دخلك المادي قدر المستطاع لأنك صرت تلاحظ أنه مصاريفك والالتزاماتك المطلوبة منك كثيري جداً ومش قادر أنك يعني تغطي كل هذه الأمور بسبب العجز المادي أو ضعف الدخل تبعك كان دخلك يومي أو أسبوعي أو شهري فهذا الموضوع رح يخليك تركز على الأمور اللي بترفع من دخلك المادي ورح يلفت انتباهك الأمور الإضافية ورح تنجح فيها نجاح رائع جداً وتحقق مرابح مادية أكثر من ما تتوقع هناك خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة بسبب موضوع فاهمه غلط هذا الشخص حاول أنك تكون هذه الأعصاب لكي تقدر أنك هذا الشخص أنك تفهمه اللي هو فاهمه غلط هو فاهم أنك أنت ضده وحاكي أمور عنه وأشياء من هذا القبيل هذا اللي رح يكون بباله إذا قدرت أنك تحافظ عدوء أعصابك ما رح يصير يخلاف بينك وبين هذا بينك وبين أحد أفراد العائلة وإذا ما قدرت والأغلب أنك مش رح تقدر لأنك بحال طبعك عصبي جداً وما بتحكي غير بشكل مباشر وكلامك أحياناً بكون حاد اللي هو اللي نحن بنحكي له بالعامية اللي هي البهدلة إذا تقدر تحافظ عدوء أعصابك رح تتحدد هذه المشكلة ومع هذا الشخص كونه من أحد أفراد العائلة مش لصالحك يصير خلاف كبير بينك وبينه بتمنى أنك ترد علي بهذه النصيحة لنكمل يا أصدقائي أما القائمون على عملهم ستكون نشيد جداً وقائم بأعمالك المهنية بشكل رائع وملفت انتباه لرؤسائك في العمل حاول قدر المستطاع أنك تخفف علاقتك الكلامية بينك وبين زملائك لأنه في بعض الزملاء حاولوا يطلع عليك نظرة الغيرة والحسد بسبب مين؟ بسبب رؤسائك لأنهم بصيروا يميلوا إليك ويحكوا معك يكتروا الكلام وإذا في أي موضوع كان هيك بدو استشارة رح يسألوك أنت هذا الموضوع بخلي زملائك ينظروا عليك نظرة الغيرة والحسد بحاولوا رح يكون اسلوبهم معك إنهم يدفعوك إنك تحكي عن رؤسائك في العمل لكي ينزلوا من قيمتك أمامهم وخصوصاً الفترة يعني ممتازة جداً للأشخاص اللي شخوا ترقيات في العمل وأشياء من هذا القبيل والفرصة متاحة أيضاً إذا كان بدك إجازة أو سلف لقدام مالية بإذن الله تعالى رح يوافقوا عليها بدون أي تردد أما المشقائمون على عملهم وينتظروا فرصة عمل جديدة هناك فرص ممتازة جداً وخصوصاً بالأمور المشتركة بينك وبين أشخاص آخرين حاول أنك لا تتردد وتحكي الأفكار التي تدور في رأسك في أفكار رائعة جداً عندك ومشاريع ممتازة أنت ما بتحكيها لحد وزائد أيضاً ما معك القدرة لتنفذها على أرض الواقع تكون عندك جزء يعني الأمور المالية ما بتقدر تقوم بهذا المشروع وأشياء من هذا القبيل لما تحكي لأي شخص من الأصدقاء أو أفراد العائلة أو من الأشخاص حتى اللي تعرفت عليهم مؤخراً رح يكون في شخص يعجب بهذه الأفكار ورح يعمل معك طريقة اللي هي شريك مضارب كيف يعني شريك مضارب يا أصدقائي يعني بكون هذا الشخص منه القوة المادية والأمور المالية وأنت منك صديقي يا برج الجدي اللي هو الجهد البدني والإدارة الداخلية ورح تكون يعني شراكة ممتازة جداً وتعود إليك بالنفع وبالدخل المادي الجيد لنكمل يا أصدقائي هناك تراجع في الأمور الصحية بسبب عدم اهتمامك بآخر الفترات كنت يعني مجغول بالأمور المهنية وأحياناً في الأمور العاطفية هاي الأمور عملت لك تراجع في الأمور الصحية وسببت لك بعض الآلام في الرأس وفي الإيدين وبتلاحظ أنه زي أنه في مشاكل في الأعصاب زي رجة إليك لما تمسك زي ورقة بتحس أنه إيدك فيها رجة بترج قاعدة هذا بسبب عصبيتك المفرطة بآخر فترة اللي براحظ يا أصدقائي على حاله عنده أعراض غير اعتيادية مثل كيف يعني أعراض غير اعتيادية يعني مثل يعني ضعب الرأس ممكن يكون عادي شوية آلام ممكن يكونوا وبسبب يعني عدم الراحة أما إذا أشياء ثانية تكونها إعراض غير اعتيادية لا تتردد في الذهاب إلى الطبيب وتعمل فحصات اللازمة عشان تتطمن على نفسك لأنه دائما كل شي بتعالج بخلص وبروح أما اللي ما بتعالج بتصاقم ويزيد بعدنا ما أخلص توقعاتك وتوقعاتك كثيرة جدا بدي أكملها بقعد حوالي ساعة أو ساعتين بعد ما حكيت بمجال السفر ولا حكيت بمجال الدراسة ولا حتى بالأمور العاطفية أيضا بس زي ما حكيت لكم أبحب الحلقة تطول أكثر من هيك عشان ما تشعر في الملل أتمنى لك حتى سعيد من كل قلبي وثقتك دائما أني رح أدفع بمصالحك إلى الأمام بإذن الله تعالى وما رح أبخل عليك بأي نصيحة أو بأي معلومة بقدر أساعدك من خلالها كل الحب والتقدير وإن شاء الله القادم رح يكون أفضل وأفضل وأفضل أفضل ترجمة نانسي قنقر